المجد اللي مستنينا ما يتوصفش والإنسان لو عينه القلبية عينه الروحية انفتحت على مجد السماء لا يمكن ينشغل بالأرض مهما كان فيها من مباهج ومهما كان فيها من أمجات لأنه ولا حاجة بالنسبة للي مستنينا عشان كده القدسين علمونا يريتنا نتعلم قال ما تضيعش مجد أبدي بسبب لذة وقتية أي خطيئة هي لذة وقتية سريعة الزوال مش من الحكمة ان أنا أقايد مجد أبدي بحطة لذة أرضي اللي هو الإنسان المشحكيم اللي يقولك حين النهات دا موتني بكرة فهو عايش حياته على الأرض مش بيفكر في المستقبل الأبد المجد الموصوف في الكتاب المقدس شيء فائق الوصف وبالتالي كمان الحقيقة أكتر من الاتواصف ترجمة نانسي قنقر